السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام ان شاء الله دائما وابدا اليوم رح نحكي عن موضوع بتعلق بالمانيا بالنسبة للمشتركين اللي عندي بالقناة يلي موجوني بالمانيا وبيهمون هذا الموضوع رح نحكي عن موضوع فئة الضرائب اللي هي فئة الضرائب انه الشخص هون وانتي بيشتغل مثلا بالمانيا فيه له فئة معينة بده يتفحها من الضرائب وهن بيجوا ست فئات بيجوا من الواحد للستة تمام وكل واحدة في لها شي معين وفي لها قانون معين بالنسبة للموضوع دولة من الواحد للستة فرح نحكي عن هذا الموضوع اليوم ان شاء الله ورح اشرح لكم هلا من الواحد للستة بالتفصيل مشان تعرفوا كل واحد شو هي الفئة الضرائبية اللي لازم يدفعها تمام ما رح اطول عليكم يلي عمشوف الفيديو جديد لو سمحتوش تركوا بالقناة وعملو لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن بالاضافة بامكانكم تفوتوا عندي على القناة اذا بتحبوا وتشوفوا محتوى القناة عندي ان شاء الله ممكن تستفادوا بكتير شغلات بالحياة تمام هلا خلينا نبلش رح نبلش هلا رح اورجيكم مثلا اه في عنا اول فئة اللي هي رقم واحد اسمها لونشتايا كلاسي اينس هاي اللي هي رقم واحد هاي بتجي لمين الرقم واحد مين بيدفعها بس الشخص يشتغل بالمانيا بينطلب منه انه يدفع ضريبة فلازم هو يعرف الضريبة تبعه رقم واحد اذا كان الشخص عازب او اذا كانت عازبة تمام يعني هاي للعزابية الفئة رقم واحد بتجي للعزابية كلمة مثلا عزابي اشتغل بس بده يعرف شو هي الفئة يلازم يتفحها من الضريب اللي هي بتجي شتويا كلاسي اينس رقم واحد تمام هاي واحد اتنين مين بيتفحها كمان بيتفحها الارمل والارملة يعني كلمة مثلا بعيد منهون بعيد منهون اه زوجه متوفي او اه مرته متوفيه فهذا الارمل او الارمله هادول بياخدوا الفئة رقم واحد تمام بيتفعوا من الفئة رقم واحد اتنين عنا كمان المطلقين يعني اذا اتنين مطلقين هادوله بيتفعوا الفئة رقم واحد تمام تمام هاي بالنسبة لرقم واحد اللي بيدفعوها متل ما قتلكون العزابية والأرامل والمطلقين تمام هاي واحد عنا اللونشتوية كلاسي تصفاهي اللي هي رقم اتنين الاب او الام اذا كان الاب مثلا عايش لحاله وعم يربي ولاده عنده ولاد تمام وعم يربي ولاده موجودين عنده وهو منفصل عن زوجته هو عم يربي الولاد ويدفع مصاريف وتكاليف الولاد هاد بياخد الضريبة رقم اتنين والام نفس الشي اذا كانت الام عايشة وهي عم تربي الولاد وعايشين معها منفصلة عن زوجها بتدفع الضريبة رقم اتنين تمام هاي واحد اللي هنه بيسموهن تمام بيسموهن هيك اللي هو الاب عايش لحاله او الزوجة عايش لحاله بس الولاد عم يربي يا مع الاب يا مع الام عنا اتنين اتنين متزوجين نظامي هنه اتنين متزوجين نظامي وعال اربع عشرين بس كل مين عايش لحاله هون عندهم هاد الموضوع انه ناس بتتجواز بس كل مين بيعيش لحاله مره لحال والرجال لحال بس يجتاولوا بعض بيجتمع مع بعض تمام فهدول اللي هنه المتزوجين بس كل مين عايش لحاله الزوجة بيرني والزوجة بيرني كمان هدول بيدفعوا الضريبة اللي هي رقم اتنين تمام هدول بيسموهن بالالماني تمام يعني الفئة رقم اتنين حكينا من تندفع متل ما اناكن من روح على اللي هي رقم اتلاتة هاي يا جماعة افضل فئة من فئات الضريبية هاي احسن وحدة وبتجي ارخص وحدة بالنسبة للناس اللي بتدفع ضرائب بس هلا اسمعوا وركزوا معي من بعد ازنكون هاي مين اللي بيستعملها اذا اتنين متزوجين سواء في عندهم ولاد او ما عندهم ولاد تمام يعني اتنين متزوجين وعايشين مع بعض واذا عندهم ولاد او ما عندهم ولاد بيدفعوا هاي الفئة رقم ثلاثة اتنين كمان في عنا فئة تانية اتنين متزوجين تمام الرجال عم يشتغل وعم ياخد راتب والزوجة ما عم تشتغل قاعدة بالبيت ما في شغل تمام هدول بتنحسب الضريبة رقم ثلاثة تمام عنا فئات ثالثة اتنين متزوجين تمام والاثنين عم يشتغلوا اتفقنا الاثنين عم يشتغلوا هلأ شو بيساووا هنه بيخيروا الزوجين انه انتوا اتنين عم تشتغلوا تمام اختاروا واحد منكن ياخد الضريبة رقم الثلاثة تمام والشخص الثاني منكن بياخد الضريبة رقم خمسة تمام يعني اللي عم يشتغل مثلا نقول الرجال قالوا انا بدي اخد ضريبة رقم ثلاثة بيدفع الضريبة رقم ثلاثة اللي هي ارخص الشي تمام بس الزوجة اذا عم تشتغل كمان بتدفع الضريبة رقم خمسة يعني هو بيدفع رقم ثلاثة وهي تدفع رقم خمسة هنه مشان يعملوا توازن عرفتوا كيف يعني بيصير توازن انه هو عم ياخد مثلا ضريبة رقم ثلاثة هي ما بس تاخد ضريبة رقم ثلاثة لا بتاخد ضريبة رقم خمسة تماما طبعا في معلومة لازم تعرفوها انه بيحق لكم بالسنة مرة واحدة تغيروا الفئة الضريبية يعني اذا تنامت زوجين واحد منهم مسلا عم يشتغل وموره بخير ومرته كانت عم تشتغل كمان وموره بخير وعلى الاربع عشرين اه راحت وقعت له انه انا اه اشتغلت بشغل تاني بدي يغير الفئة الضريبية تبعي لفئة تاني بيحقلها تغيرها بس بيحقلهم مرة واحدة بالسنة فقط يغيروها لهي القصة تمام ما بيحقلهم اكثر من مرة تمام ان شاء الله يكون شرحتها مزبوط لهي الفكرة وانه تكون تمام وسهلة عليكم تمام هلا هلا في شغلة لازم ننتبه لها شو هي الشغلة لازم ننتبه له وهي شغلة كتير مهمة هلا بي بي باللون اشتوية كلاسة غاي اللي هي رقم ثلاثة اللي عم نحكي عليها هلا لمسها في شغلة اذا متل ما حكينا الزوجين عم يشتغلوا تمام والاطنين عم ياخدوا رواتب هلا اذا كان الزوج عم ياخد راتب عالي راتب عالي كبير تمام والزوجة عم تاخد آآ راتب قليل تمام الافضل يلي راتبه عالي يحط الضريبة اللي بديت فحها رقم ثلاثة لانه هي بتجي ارخص الشي تمام والمرأة عم تاخد رقم آآ راتب قليل بيحسبولها اللي هي الفئة رقم خمسة الفئة الضريبية رقم خمسة تمام اما بتجي مسلا المرأة راتبها قليل المرأة عم تاخد راتب قليل والرجال مسلا راتبوا آآ كتير تمام تيجي مرة مسلا تقول لهم تقول لهم انا بدي ااخد ضريبة رقم ثلاثة تمام بيروحوا بقى شو بيساوا هنه بيعطوا الضريبة رقم خمسة لزوجها تمام لانه هي اختارة رقم ثلاثة فهي الشغلة ما بتصير ممنيحة لانه الضريبة رقم خمسة بنخص منه كتير فالافضل انه تنخصم من آآ الشخص لي راتبه اقل تمام هلا واحنا مش عما يقولوا البراد نحنا عم يقولوا عنصرية ما عنصرية انه ليش عم يقول انه آآ الرجال راتبه كتير والمرأة راتبها قليل خلينا خلينا نقول انه المرأة راتبها عالي وكبير والرجال راتبوا قليل. الافضل ساعتها انه المرأة تحط ضريبة رقم ثلاثة تدفع رقم ثلاثة مشان يخصبوا منها شيء قليل لأن راتبها كبير وتخلي مثلا الرجال لأنه راتبوا قليل يخصبوا منه رقم خمسة ضريبة رقم خمسة هيك أحسن بتصير يعني هي توازن يعني كل من راتبوا أعلى من الزوجين لازم يحط الضريبة رقم ثلاثة لأنه هي أفضل الشي وأقل الشي بنخصم منها تفقنا على هذا الموضوع؟ تفقنا تمام هلأ في عنا فكرة تانية كمان بهذا الموضوع نفسه اللي هي باللونشتوية كلاسة غاية تمام؟ هون في شغلة هلأ احنا حكينا أنه زر الرجال راتبوا عالي بياخد رقم ثلاثة والمرة بتاخد رقم خمسة هلأ هون في عنا شغلة شو هي أنه إذا الزوجين بيشتغلوا وبياخدوا هن الاتنين نفس الراتب تمام؟ يعني إذا هن الاتنين بياخدوا نفس الراتب معلوم اختلف عن الثاني الاتنين بياخدوا نفس الراتب بتصدف مسلا بيشتغلوا بشركة واحدة مع بعض وهن الاتنين راتب هون نفس الشي بياخدوا نفس الراتب هون الأفضل الأفضل أنه يتسجل الضريبة رقم أربعة للزوج ورقم أربعة للزوجة يعني هن الاتنين يكونوا ياخدوا الضريبة رقم أربعة الضريبة رقم أربعة وتكون راتبوا هن الاتنين نفس الشي بيصير في توازن تمام؟ بيصير في توازن من الراتبين وبياخدوا نسبة معقولة من الضريبة فتفقنا هلا نحن انه اذا الزوجين بيشتغلوا بمكان واحد او هن اتنين كل واحد بمكان والاثنين راتبهم نفس الشي مفروض يحطوا الزوج اربعة والزوجة اربعة هيك الصح ما بصير تيجي مثلا اذا هن اتنين راتبهم نفس الشي يجي مثلا الزوج يقول انا بدي اخد رقم ثلاثة وتجي الزوجة يحطولها رقم خمسة هيك رح ينخصهم كتير تمام رح ينخصهم كتير من الزوجة والزوج فلا هنه عاملين هاي الفئة اللي هي اربعة لهون اربعة لهون اذا كان راتب هون هن الاثنين نفس الشي تفعنا على هاد موضوع تفعنا هلا بنجي على اللونشتوية كلاسي زكس اللي هي رقم ستة هاي بصراحة اكتر فئة مزعجة تمام وهي اكتر فئة بيخصموا منا ضرائب يعني هاي تقريبا بيخصموا منا النص يعني بيخصموا منا النص تمام شو هي هاي كيف ولمين بيستعملوها انا مسلا عندي عقد عمل فولت سايت عقد عمل كامل مسلا باليوم سبع ساعات او اثمان ساعات تمام باخد مسارات بنظامها عم بيحكي ازا كنا متزوجينها تمام وعم بيدفع مسلا كلاسي الدغاية اللي هي رقم ثلاثة اللي حكينا انه ارخص الشي تمام انا رحت ولقيت شغل تاني عقد عمل تاني يعني انا لقيت عقد عمل تاني اللي هو مسلا اسمه عمل اضافي تمام هذا وانا باخد عقد عمل ساعتها بيحطولي الفئة رقم ستة على عقد العمل تبع التايلت سايت يعني بتضل بعقد العمل الاساسي تبعي رقم ثلاثة وبيحطولي على التايلت سايت العقد التاني يلي عملته بيحطولي رقم ستة بيخصموا منا مبلغ كبير من الضرائب تمام هاي بالنسبة لرقم ستة رقم ستة بتنحسب بهذا الموضوع تمام يعني كل واحد عنده عقدين عمل يلي بيكون عنده عقدين عمل بيحسبوله العقد الاول الفئة رقم ثلاثة اذا كان متزوج وبيحسبوله العقد التاني اللي اخده الاضافي بيحسبوله رقم ستة تمام هني موازنة بيوازنوها اما اذا كان عزابي اذا كان عزابي الشخص وعنده عقدين عمل العقد الاول عم يخصموا منه الكلاسة اينس اللي هي رقم واحد كمان هي غالية تمام لقى عقد عمل مثلا تايلت سايت بيخصموا منه كمان رقم ستة فبيحضوا منه ضرائب كتير للأسف هي هي العزابية بيخصم منه كتير ضرائب على هذا الموضوع هذا تمام تفعنا رقم ستة للناس اللي عنده عقدين عمل هلا انا شو بنصح يلي عم يشتغل مثلا عنده عقد عمل فولد سايت تمام وحابب انه يشتغل شغل تاني عمل عاق عاقد عاق 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 هدول بيجي حدهون لل450 يورو انت وتلاقي عقد عمل اضافي بيوصل لاراتبك لل450 لحد ال450 ما بيتندفع عليهم ضرائب يعني انت ما تدفع عليهم ضرائب هدول بتاخدهم نتو صافي بتاخدهم 450 يورو تمام؟ أو او سهيلفة كمان نفس الشي لحد ال450 لحد 300 250 كل شي تحت ال450 ما بتدفع عليه ضرائب تمام؟ فهذا الموضوع طبعا انه اللي بدي يلاقي عقد عمل تاني الافضل انه ياخد عقد عمل مني جهوب تمام هذا كان موضوعنا اليوم ان شاء الله عن موضوع الضرائب من الواحد للستة اذا سمحتوا اذا عجبكم الشرح واستفدتم من الموضوع اعملونا لايك وشاركوا الفيديو حتى يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس ويعرفوا هالمعلومات هاي لانه في كتير ناس ما بتعرف هاي المعلومات كلياتنا اجينا على المانيا ما بنعرف هاي المعلومات والحمد لله شوي شوي عم نتعلمها ونعرفها الموضوع هي كلياتها لا تنسوا الاشتراك بالقناة وعملونا لايك وشاركوا فيديو بتشكركم لحص المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة